اليوم بنتكلم عن المترجم هذا الشخص اللي تقع عليه مسؤولية وايد مهمة في الترجمة الحوار بين الطرفين خصوصا لما يكون أحد الطرفين رؤساء دول أو سياسيين المواقف اللي تعرض لها أكيد طبعا تكون طريفة وبعضها محرجة ما يدري يعني هل يبتسم يضحك شغلات كثيرة راح نتكلم إن شاء الله عنها مع ضيفي اللي أنا سعيد جدا بوجوده بدر قنبر بناصر مساك الله أبو الخير مترجم في مجلس الأمة نعم الله يسمى لك أنا كنت أتمنى أن تكون زميلتي نجلاء الكندري أختي موجودة لكن من غير الشر اليوم هي موجودة الله يشافيها يا رب لأن هي أيضا مترجمة فمرة تتقولي بعض المواقف لكن الآن تكلمني عن الموضوع هذا نفسه شنو وضعك وقت الترجمة أولا أحب أشكر بنات المجلس على استضافتي إن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم على المشاهدين أكيد أكيد بإذن الله نحن نمر في مواقف مرات تكون مرات مواقف طريفة مرات مواقف محرجة يعني حسب حسب يعني مثلا مرات تقعد مع رئيش دولة واللغة الأساسية ليس إنجليزية أي فخارج الكلمات عندها صعبة لا أعرف تكلم من إنجليزي يصر يتكلم من إنجليزي أي فأحنا مثلا على أساس نسمع له نفهم له نلاقي صعوبة وإحراج كل ساعة تقول له ممكن تعيد ما قلت؟ يعني هو مثلا طبعا وضعك صعب لأن أنت في مترجمة في مجلس الأمة مع رؤساء مع قيادين مع سياسيين يعني يكون مثلا الضيفياي مثلا أسباني أو نحن رايحين لهم أو أنت رايحين لهم يعني أذكر أحد المواقف أنا كنت طالب أهم رسمية نعم بالتسعي إلى أربعة وتسعي إن شاء الله كانت مع العم صالح الفضالة أبو يوسف دعم و كنا ما دري الدولة الأسيوية كانت أعتقد بإنجليزي لا أستطيع أن أتأكد فكان رئيس الجمهورية مخارج الكلمات عندها فضاء غير واضح بالإنجليزي بالإنجليزي و لماذا إنجليزي يقول لنفس الجنسيته؟ لذلك كنت أعلاق صعوبة في فهمها فكنت إحراج وفشلة تقول له ما قلت؟ عيد ما قلت؟ عيد فهذه هي إحراجات أيضا السكتلنديين عندما تعطيهم إنجليزي غير على الأمريكان غير على الإنجليز غير على الإرلندين لغة قليلا ما يعقول الكلمة فأنا مرة قاعدت أترجم حق السكتلنديين بقيت صعوبة السكتلندي هذا ما تحجي هذا؟ فقمت أستمع لي باليوتوب على السكتلنديين ما تحجي إنجليزي على الأساس عرف الأكسنت ما نمو نعم هذا المواقف اللي تحصل معنا مما المواقف الطريفة كنا مرة مهمة رسمية طالعين و رايحين دولة أسيوية ونسيتها أين؟ يا لاوسيا كامبوديا لا أتأكد و كانت معنا مترجمة من لغتهم إلى الإنجليزية و أنا أخذ حق الوفد فقالت لنا أن رئيس الوزراء طريقة كلامه تضحك لأن تولم صوتها و طريقة كلامه هذه ليست بشهرة أينان تضحك شلو نترجم فقلت أنا ما راح تفتع النواب لأن كانوا ينا نائب راح يضحك و راح يخليك تضحك و ألحم الجمهور بعد لدور فأنا قمت أعطي الظهر للنائب و قاعدنا و ماسك نفسي و نواب ماسك نفسه و لا أريد أن نضحك فشلا في نهاية اللقاء رئيس الوزراء قال بأقول لكم نكتة بعد النكتة بايخة بس من الكثير من نميتين نضحك عليهم بداية اللقاء فأنا في نهاية اللقاء كما قال نكتة قال نكتة و في الشكل الآن هل تقدر مثلا يتلك الضحكة تقدر تضحك تبتسم إذا كان الضيف ألقى مثلا نكتة أنت تبتسم و ليس محكة مسموعة تبتسم و تقول لها الترجمة التي معك النواب و هم يضحكون كيفهم لكن أنت كمترجم يجب أن تبتسم و ناصر أنت مختص بترجمة اللغة الإنجليزية الإنجليزية العربية العربية الإنجليزية تذكر شغلة حلوة أنه أيضا الجمهور مع مواقف مع نواب إن كانت تذكر فيها معناتها معنى واحد بينما الهاية لكلمة الإنجليزية م اعتبرتك نعم في أحد اللقاءات كنت فقلت حق الفريق اللي معي النائب قال قول حنا يعني ما بنعرض أمامه بعض اللي حصل في تحرير الكويت أمامك بنعرض أمامك مو شرط تكون تقدر تستخدم كلمة بفور أنا بحط بفور يو وهو عبالة بفور قبل قلت بفور قبل لا تأتي بمعنى أمامك يناقش بعد و اثناء ترجمة فتقول لا لا يحدث الكلام يحدث الكلام يحدث هذه الأمور تحدث أيضا مثلا في بعض الأماكن الضيف لا يدع أنه مع الوقت مترجم حصلت معي و حصلت مع زملائي لا يدع أنه مترجم فعندما يأتي الضيف أو أقول لي أننا سنزورهم فإنطلق بالحديث و أنا أترجم الترجمة التبعية الذي أستمع له وأترجم حقه لي معي نعم هذه يسمى التتبعية التتبعية الفورية التي تضع السماعة و أنا بالميكرافون أترجم فوري هذه فورية التتبعية التي عندما أأخذ منك و أنقل و أنت تتقنها أثنينها أثنين هم أشتغل ما شاء الله و أسوي التحريري مرات أوراق تأتينا مرسلات نعم الذين سنزورهم لا يدعني أن هناك مترجمة و أستنى بالحديث يمكن ربع ساعة أو أثنى عشر ساعة أو أثنى عشر ساعة يقول لك ما هي الترجمة؟ لكن أنا معي رقع و قلم و نوت و أكتب و أكتب و أكتب و أكتب هو كان رئيس جمهورية لو بدأت أترجم سأقول لحظة انتفت على موظف بروتوكول أنت قلت لحظة؟ هو الذي قال لحظة قال لحظة لحظة و أقفني و أقاطعني انتفت على موظف بروتوكول قال أنت ما قلت لي في مترجمة مفترض أنا أترجم أتكلم جملتين و أعطي مجال ممتاز أيضا أنهم عندهم الرؤساء و السياسين عندهم ثقافة بأن يجب أن نعطي وقت للمترجم لكي يترجم ممتاز هذه معلومة أنا كنت حضرت لقاء الوفد الكويتي مع دوك لوكسنبورغ و قالوا أننا معاهم مترجم و كان يتكلم بالكثير جملتين بالكثير جملتين و يطالعك أساسا و أتفت عليك و يترجم لأن في اللقاءات هذه يجب أن ترجم كل ما يقال و كل ما يدار نعم و مثل ما ذكرت مساء مع سكوتلندي القائد و النابي في صعوبة لأن الأكسنت يفرق حتى الأمريكي يفرق فقاعد تدرب عليه بو ناصر شوف الأكسنت الأمريكي يعني فيه أكسنت سكان الجنوبيين نعم يختلف عن سكان مثلا جهة الشمال نعم الشمال ما في صعوبة واحدة بس الإنجليزي بس الإنجليزي أيضا ما في صعوبة الإنجليزي سهل بس السكتلندي شوي نطقل بعض الكلمات و الإيرلندي الإيرلندي الأواضح ممتاز بس مشكلة بالسكوتلندي سكتلندي أنا وجهت صعوبة لا تروح على سكوتلندي لا بعض الدول بعض الدول اللغة الرسمية تجدها إنجليزي و دول غير غير بريطانيا غير أمريكا غير كندا بس أيضا ما خارج الكلمات أبو ناصر خلت تكلم الحين عن البروتوكول المترجم نفسه هل مكان يقعد فيه معين هل وقت معين ما بالضبط أشرح لي طبعا أنت دائما تشوف أثناء لقاءة صاحب السمو المترجم يقعد خلف الأمير بالنص بينه وبينه الضيف و غالبا ما نشوف الأستاذ محمد أبو الحسن هو يقوم بها الدور لذلك تجد دائما المترجم يقعد بالنص الكرسي خلف الضيف و يترجم نعم و هذا أيضا عندنا في مجلس الأمة يعني أنا حضرت لقاء و لقاعين مع رئيس مرزيق الغانم كنت تقعد خلف نعم و بين الضيفين يترجم حق الطرف الآخر مع رئيس مرزيق الغانم خليج أمريكا لكن في مرات يحضرون نواب لا يتكلمون اللغة الإنجليزية و لذلك مرزيق يطلب مترجم على أساس النواب الأخرى أساس أنت ترجم من الإنجليزية والعربية نعم 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 لكي تترجم و مرات في ترجمة يسمونها ترجمة الهمسية ما هذا؟ أنا أقول لك همسة صعبة أنت مرات لو تلاحظ عندما يكون رئيس دولة عربية على سبيل المثال أقف يمه مترجمة وتهمس في إذنه لا يتلاحظ هذا يسمونها ترجمة الهمسية هذه فورية همسية توقف عند ذلك لنه вот مثلا و تنقل توقف عند ذلك رئيس الدولة الثانية التي لم تتكلم اللغة الإنجليزية تهمس إذنه الذي يقولها رئيس تلالاة التحدث هذا يصير بروتوكول سياسي نعم يصير بروتوكول يوقف توقف مرة قد ترجمة وترجمة خلف رئيس الدولة الآخر و تصير سبونا فورية همسية نعم أبو ناصر أحب نشوف بعض الصور يعني إذا أريدك تعلق عليها تكون هذه الهمسية لا هذه تتبعية هذه كنت أنا مع جانب الأخ مبارك دولة كنا في أحد الدول أبو ناصر هذا أنت ترى ما عرفتك لا لا هذا من زمان يا أخو من زماني أصرارك أننا حزتها نعم شباب كلك شباب الله يحفظك فكان هذه ترجمة تتبعية أنا قاعد أم الأستاذ المهندس مبارك دولة هذه مع العم أحمد النصار كان هو رئيس اللجنة المالية و كان رئيس مجموعة صداقة فكنا زائرين و لا أذكروا الدولة لكن أيضا كنت تترجم حق العم أحمد النصار هذه كانت صورتين أنزيل صعوبة يعني أحيانا مثلا في كلمة ما عرفتها هل تقرأت تطلب بأن عيدوا لياها مثل ما ذكرت أو أنك مثلا تمشيها الكلمة صعبة تقول لعيد لياها أنت طبعا من مفهوم الجملة تعرف معنى الكلمة مرات الجملة نفسها تعطيك المعنى الكامل لما يقولها الضيف و الموضوع يعطيك أيضا فأنا لا عندي مشاكل بالكلمات المشاكل المرات في مخارج الحروف من بعض رؤساء الدول وأيضا في نقطة أحب أقولها مرات أنا حصلت معي مواقف كثيرة أيضا في تلفزيون الكويت مرة نستدعوني كان فيه برنامج حواري منذ ساعتين قالوا لي نبيك ترجم حق الضيفي في أمريكا من يتكلم عفوا من يتكلم الضيفي في أمريكا أنت ترجم حق مشاهدين دولة الكويت يوم دخلت الأستيديوش أقول لا ترجم اللقاء كله قلت ساعتين بروحي صعبة صعبة والسرعة مثلا مثلا ساعتين ذكرت الذي يتكلم بشكل مطول لكن الذي يتكلم بسرعة و هو يتكلم بسريع نرى نحن لدينا من أجزة المجلس وأجزة أيضا في المؤتمرات الدولية هناك زر هذا الزر نادرا لا نستخدمه لكن إذا وجدت المتحدث يتكلم بسرعة سريعة يقنب سفاق مع نفسه ترعص الزر يخرج عند رئيس الجلسة أن المتحدث يتكلم بسرعة ممتاز يقوم رئيس الجلسة يقول لو سمحت شوي خفف هذا عساس ما يحطها على المترجم على عساس الضيوف يقدرون يلحقون معه لازم لأن أنت عليك هناك أجهزة كثيرة متطورة فيها زر تبلغ رئيس الجلسة بأنه خلي خفف من سرعته ممتاز لأن هذه مسؤولية كبيرة لك إذا في مثلا أحد النقاشات الحوارات والضيف قال كلما ما تنقال شا تسوي عصب و قال شي أنت تحاول تدور الكلمة المرادفة لتنقل المعنى بس لا تستطيع أن تقولها بالضبط أنها كلمة إهانة قصت فيها الإهانة قصت فيها شتيمة لكن لا تستطيع أن تقولها مرات الكلمة قد تكون شتيمة لكن الشخص الذي ترجم له لا تخلي بأنه طبعا بعدين أقولها بعد اللقاء بره أقولها ترى قال عنه كذا لكن أنا لا أستطيع أن أقولها مثلا مرات جدام الضيوف تشيش بينهم مرات يعني شوف أنا أعطيك مثال صار مرة مترجم و محلف نعم في المحكمة في أمريكا نعم استدعوا واحد من الجنسيات العربية كان أمام القاضي القاضي الأمريكي كان يسأل العربي سؤال المترجم كان يقول حق المتهم العربي أن القاضي يسأله كذا و كذا و كذا يرد يقول له أنا قلت له كذا كذا الموضوع يرد القاضي يسأل نفس السؤال فش قال العربي حق المترجم هذا القاضي حمار بمعنى اللي أقول لك إياها أنا عفّل على استخدام الكلمة في برنامج على الأول نعم بس أقول لك ما حدث المترجم الضر يترجم يكرم السامع الكلمة اللي قالها ايه سوي شون ترجمت انا ما كنتم عشوة واحد ذاني قال لي ياه قال الموقف اللي حصل معاي قلت له و شويت قال قلت له ترجمت له بالضبط اللي قال اللي قال و هل يحكم عليه اللي يحكم عليه أنا مؤتمن أمام محلف فأنت دائما المترجم يعني مؤتمن في أعداء يعني أنا أقول لك أنا كانوا كانوا مرات الجيش على يام الفريق فهد الأمير نعم كانوا يستدعوني لترجمة خلص اللقاء كأني ما سمعت اللي سدار لأن هذا اجتماع مغلق عسكري سري طالب لأن في بعض اللقاءات في بعض اللقاءات استدعوني فيها على أيام طبعا أنت مؤتمن نعم مؤتمن فكنت أنا أطلع وأترجم الاجتماع أطلع من الاجتماع و كانوا يطلعون صاحبين ما صار طريق فهد الأمير بإمكانكم تسألونه أنا مترجم نعم بعدون على الإحراج نعم طبعا لأن هذه أمانة أنا مؤتمن فسؤولية سرية إذا كان اجتماع سري مغلق أكيد مستحيل أن نطلع أكيد فهو المترجم و حتى الاجتماعات عندما تصير اجتماعات مغلقة إذا سألون سألون رئيس الوفد وأنا ترجمنا مسألة مرات ترى في صحفيين يونحق المترجم على أن المترجم يقول لي صار يقول عذرون ما يصير عذرون نعم هذا طبعا أنا شوف غير أخلاقي الصحفي نفسه يروح للمترجم يشتاخذ منه المعلومة يخذ من المصدق وهو يعتقد الصحفي أن يسوي السبط صحفي و سأرى حق المترجم يعطيني يمكن لكن أنت نهائيا لا تدلي بأي تصريح للصحافة حتى لو اجتماع مفتوح لا أعطي تصريح نهائيا لأن هذه أمانة و مسؤولية و تقول لي أنت لازم تحترم المهنة و إخلاقيات المهنة و قد أيضا تمر مثلا في بعض المواقف أن أنت مترجم في مؤتمر مدام أنت طلعت الترجم لمؤتمر و قد يكون من ضمن المتحدثين إسرائيلي نعم أنت لا تستطيع أن تسكر الميكرافون أنت الآن بروتوكوليا مضطر الترجم له نعم لأنك إذا أنت ترجم حق المؤتمر أو أنك ترجم حق جميع الوفود يا أممك لا تترجم و أعتدر أن أين سترجم و هذه المواقف تحصل معنا مرات شخص مخضرم أبو ناصر و يعطيك العافية و استمتعنا جدا و يمكن قليل ما أحد يتكلم عن دور المترجم خصوصا في الأمور السياسية مع رؤساء مع بروتوكول كبير شكري لك جدا حضورك معنا شكري لكم على صلاحتي شكرا حروج شكرا جزيلا الله يسلم لك إن شاء الله مشاهدينا إن شاء الله رحو أن نكون معكم غدا في نفس الموعد بإذن الله مع السلام و سبحان الله